في الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة الأقصى عام 1990 التي ارتقى فيها 22 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي تتواصل المواجهة في القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة في وجه وطيرة التهويد والاستيطان المتسارعة اليوم وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس وعدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة تخلى لها وقوع إصابات برصاص الاحتلال والغاز المسجل للدموع إضافة إلى اعتقالات شملت عدداً من الأطفال الفلسطينيين